الألعاب الإلكترونية التي تحض على العنف والقتل والمنتشرة مؤخرا باتت تؤرق الأسرة لا بل الدول بعد تزايد حالات القتل والانتحار في العالم ما يستوجب الانتباه للمشكلة والتصدي لها بشكل حازم وسريع خاصة وأنها تفترس عقول ممارسيها من المراهقين الميزة فاء أنها اللعبة هي تنشط الدماغ بصفة عامة يعني تعطيك مثلا خريطة مثلا تحدد لك المواقع يعني حاجات تنشط الدماغ وتستفيد منها فائدة وطبعا حتى هي مثلا فاه لها أضرار معينة اللهي الأسباب اللي خلتني نشوف أنها فائدة ويبنى أمكم فاه مضي على الوقت حيانا ونفس الوقت أمكم نستفيد بها شوية دراسات وأبحاث كثيرة حدرت من خطورة الألعاب الإلكترونية خاصة على الأطفال حيث يؤثر الإدمان عليها بشكل كبير على السلوك المراهق ويعزله عن بيئته ومجتمعه الأضرار اللي تسببها مازال عندها أضرار تانية غير الكلامها لكن بالنسبة للأطفال شين يصير لما يجعمز هم ساعات طويلة طبعا ويدمنوا عليه لعبة فهذا الشيح هيكون على حساب صحتهم على حساب غداءهم الصحي على حساب هواياتهم الطفل معاش تبدأ خلاص يلعب 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 وخلاص استهلاك الوقت نحن الطفل معاش أو الشاب أو المراهق معاش عنده يخلص وقته هو يقضي في الألعاب وخلاص فيصبح هو على حساب دراسته على حساب علاقاته بأصدقاءه بالناس تانين يعني إنعكاسها سيء جدا ولنا أن نتساءل عن قدرة قطاعات الدولة بشأن تكليف جهاز أمني لتنظيم ومراقبة الاتصالات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحجب تلك الألعاب الإلكترونية باعتبارها خطيرة ويترتب على اتباع تعليماتها ومراحلها إذاء الشخص لنفسه أو لدويه وقد يتعد ذلك إلى الإضرار بأمن وسلامة المجتمع ما يجعله أمرا متعلقا بالأمن القومي والمصالح العلية للبلاد